اعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم ان الاجهزة الامنية القتل قبض على اعضاء خلية ارهابية خططت لهجوم انتحاريا على سفارة غربية واهداف اخرى في البلاد على صلة بتنظيم القاعدة في غرب اسيا وافغانستان وفي مؤتمر صحفي قال ابراهيم ان المؤامرة كانت في مراحلها النهائية لهجوم على سفارة اجنوبية اكان مصدر امني بوزارة الداخلية قال ان الاجهزة الامنية نجحت في القاء القبض على تنظيم ارهابي يتكون من جهة زين متطرفين ينتمون للقاعدة كانوا يعتزمون القيام بعمليات ارهابية بمحافظتي القاهرة والاسكندرية وانه تم القبض على ثلاثة اشخاص وبحوزتهم عشرة كيلوغرامات من مادة نترات الالومنيوم معدى للترشير